شيخ الأزهر يدعو إلى انعقاد مؤتمر سنوي لمراجعة ما يستجد على الناس في حياتهم تجديد الفكر الديني أول ما يسميه العامة تجديد الخطاب الديني يعني ممكن نسميه الفكر الديني أو الخطاب الديني مصطلح بنسمعه على ألسنة الكثير من مقدمة برامل القناة الفضائية ويتفرغ العديد من الكتب أو الكتاب لتناوله على صفحات الجرائد وأكثرية هؤلاء حين يتحدثون عن التجديد يوجهون سهام نقدهم إلى الأزهر الشريف مدعين إن علماء هم المسؤولين دون غيرهم عما يطلقون عليه جمود الخطاب الديني طبعا هم بيرددوا الكلمة عامدين إلى إثارة جدل بصرف الأمة عن لنكباب على علوم نافعة تحقق لها تقدم يعيد إليها ما كان عليه أسلافها من مجد وسبق بين الأمم بعيدا عن هؤلاء الأزهر الشريف في مجال تجديد الفكر الديني له تاريخ عريق وأياد فضل يقر بها كل منصف فقد حملت هذه المؤسسة العريقة منذ نشأتها قبل ما يزيد على الألف عام من الزمان أمانة التجديد وكان علماءها وما زالوا خيروا من أدى الأمانة وكتاب مقالات في التجديد يؤكد بالأدلة الدامغة أن فضلت الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب اتخذ خطوات عملية في مسألة تجديد الخطاب الديني منذ عشر سنوات حين كان رئيسا للجامعة ثم دع في إبريل من العام 2015 إلى انعقاد مؤتمر كل عام لمراجعة ما يستجد على الناس في حياتهم وملاحقة متطلبات عصرهم مؤكدا أن مؤتمرا يراد له أن يخرج على هذه الصورة أمر شاق ولكنه سيكون سهلا ميصورا إن شاء الله إذا أحسن تشكيل اللجان أو إذا أحسن تشكيل اللجان وتوزيع الأدوار وتقسيم العمل وأعدكم أن لا أبخل بوقتي ولا جهدي وأن أقدم كل ما تطيقه مؤسسة الأظهر الشريف من دعم مادي وأدبي ومعنوي أنا عاوز أقول حاجة في هذا الموضوع الأظهر له دور مهم جدا وكبير جدا لا ينكره أحد في التجديد والتطوير والردود على العلمنيين وعلى الإرهابيين وعلى الدواعش وعلى غيرهم إنما هل وصل الأظهر في مرحلة التجديد أو التجديد الفكر الديني أو الفقه الديني أو إلى آخره لنسبة 100% أنا في اعتقادي لا وأنا في اعتقادي أن المؤتمرات وحدها لا تكفي وقتمر ده شيء جميل جدا لكنه في غالب الأمور يعني الأحيان بيضع بياصف الداء ويضع له الدواء نظريا نتكلم عن المشكلة ونتكلم عن حل المشكلة نظريا نظريا بيبقى الإطار العملي وأكبر دلع اللي بقوله لما جينا نتكلم عن موضوع الطلاق الشفوي وإزاي إن إحنا محتاجين نطور الفقه أو نجدد الفقه الديني في موضوع الطلاق الشفوي وإزاي إن ملايين من النساء في مصر بيقهرنا نتيجة عدم النظر لهذه المسألة بعين الاعتبار وجدنا الأظهر الشريف متمسك بالقديم وبيقول إنه هذا يعني كان أصدر بيان في هذا الموضوع وكان الرد جملة واحدة هذا ما عليه المسلمون من لدن النبي إلى يومنا هذا حقيقة أنا شخصيا صدمت لأنه إذا كان يعني إذا كان الرد العلة فيه أو الرفض علته أن هذا ما وجدنا عليه المسلمين من لدن النبي إلى وقتنا هذا يبقى ده ينفع رد لأي حاجة يبقى ده كإنه بأغلق بابل اجتهاد وبابل تجديد بهذا الرد وأي موضوع بقى هنجي نتكلم فيه هقول لك لأ ما هو المسلمين بيعملوه من أي من نبي لحد الوقت كده حقيقة أنا عاوز ننظر للنواحي العملية فيما يتعلق بحياة الناس ومشاكلهم ويرب تكون البداية بالطلاق الشفوي إن شاء الله